موسيقى طابت أوقاتكم أهلا بكم إلى هذه ساعة الإخبارية الجديدة وهذه التغطية لأهم وأبرز التطورات والأحداث الجارية ودائما معكم من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر ونبدأ بتأكيد الرئيس روسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستواصل دعم وتطوير القدرات النووية لقواتها وخلال إعلانه لاستراتيجية العسكرية الروسية الجديدة قال بوتين إن استخدام الطائرات المسيرة أصبح أمرا واقعا مؤكدا أهمية تطوير منظومة الأسلحة الهجومية سنستمر بدعم القدرات القتالية والاستعداد القتالي للقوات النووية وهذا ضمان لسيادتنا ووحدة أراضينا وبشكل عام الردع النووي وتوازن النووي في العالم اليوم تجهيز القوات النووية قد زاد إلى 91% وأكد بوتين أن الأعمال القتالية منحت روسيا الفرصة لتطوير قواتها المسلحة وأضف أنه تم تزويد القوات القوية الروسية بصواريخ سرمات العابرة للقارات وللمرة الأولى تم تزويد القوات بمنظومة الصواريخ العابرة للقارات سرمات وكل ذلك سوف يتم تنفيذه وتحقيقه وكذلك يستمر تزويد القوات بمنظومة يارس وهذه المنظومات التي ليست لها مثيل في العالم ففي بداية يناير من العام القادم سوف تبدأ فرقاطة الأدميرال غرشكوف بالخدمة والتي تزويد بمنظومة سركون المطلقة من البحر وكذلك سوف نزود القوات استراتيجية بكل أنواع الأسلحة الحديثة وكل الخطط أكرر مرة ثانية يجب تنفيذها وستنفذ إضافة لذلك لا بد من تزويد قدرات القوات الجوية الفضائية وخاصة بخلال عبلهم في مناطق التي تتوجد فيها أحدث المنظومات الدفاعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن الغرب يسعى لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا قدر الإمكان من أجل إضعاف روسيا وأكد شويغو أن روسيا تواصل قصف البنية التحتية الأوكرانية مشيرا إلى أنها تتخذ كل الاحتياطات لتجنب المدنيين لافتا في الوقت ذاته إلى أن موسكو تدعو دائما إلى التفاوض سلميا سعي الغرب إلى إطالة أمد الأعمال القتالية في أوكرانيا لإضعاف روسيا فإن الأهداف الحقيقية لإتفاقيات مينسك بدت واضحة بعد تصريحات الرئيس الأوكراني السابق بارشينكا والمستشار أنجلا ميركل وبعد عام 2014 وصلت إلى زمام السلطة قوة معادية لروسيا وهي قامت بالفصل بين الشعبين الشقيقين ما أدى إلى الأعمال القتالية في دونباس إلا أن روسيا دائما كانت تقف وتدعو إلى إجراء مفاوضات حول التسوية السلمية وفي الظروف الحالية تقوم القوات المسلحة الروسية بمواصلة الأعمال القتالية وتقصف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وقدراتها القتالية وتتخذ التدابير الشاتة للحيلولة دون سقوط الخسائر بين المدنيين الأوكرانيين كما قال وزير الدفاع الروسي سرغي شويغو أن 27 دولة أنفقت 97 مليار دولار في إمدادات الأسلحة الأوكرانية وأكد شويغو أنه رغم كل تلك الإمدادات تمكنت روسيا من تدمير الإمكانيات العسكرية الأوكرانية لزيادة القدرات القتالية زادت القوات الأطلسية التزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية حيث أنفقوا 97 مليار دولار وهذا بمرتين أكبر أكثر من المعدات والأسلحة التي تركت في أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة من هناك وغيرهم من الخبراء وهناك حوالي 200 قامر استناعي تستخدم لمراقبة الأعمال القتالية وأيضا هناك أخصائيون عسكريون يستخدمون لمواصلة مكافحة الروسيا في المجال الإعلامي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نبقى في الموضوع وللمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الروسية موسكو السيد أليكزاندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي السابق بعد التحية سيد أليكزاندر أولا خلال اجتماع بوتين اليوم مع كبار المسؤولين العسكريين كانت هناك بطبيعة الحال رسائل متعددة ما هي برأيك أبرز هذه الرسائل التي بعث بها بوتين إلى الخارج وخصوصا الغرب خلال هذا الاجتماع في عنوين عريضة صحيح أن هذا كان اجتماع واسع بمشاركة 15 ألف مسؤول عسكري روسي فبالتالي خطاب بوتين وخطاب شويقه والتبادل بالأراءة هناك كان حول الأهم المواضيع التي حدثت خلال هذه السنة كانت توقعات في المجال الإعلامي كأنه رئيس بوتين سوف يعلن خطة المستقبلية للهجوم أو شيء وهذا طبعا لم يحصل لأنه طبيعة الاجتماع هذا استنتاجات من ما حصل وما هو النهج الاستراتيجي للمرحلة القادمة أنا لاحظت النقاط التالية أولا أنه إشارة بوتين إلى المعنويات العالية للمقاتلين الروس وحتى المقارنة ما يهدس اليوم مع القرون الماضية الخروب ضد نابوليون وضد هتلر وهذا شيء مهم جدا للمجتمع الروسي ونقطة الثانية هذا تطور تكنولوجي الذي يهدس الآن مثلا الإشارة إلى دور الطائرات المسيرة هذا يدول على أنه التحديث يهدس يوميا في المجال التكنولوجي وللمرحلة القادمة إشارة إلى تطور السريع للفروء الأساسي العسكرية وبما في ذلك طبعا نووية يعني أن روسيا دولة عظمى عسكرية وستبقى هذه الصفة طيب سيد أليكساندر يعني أنت أشرت إلى نقطة مهمة على لسان بوتين فيما تصل بالروح المعنوية لكن بوتين أكد أن روسيا أيضا في هذا الإطار ستحقق كل أهدف في أوكرانيا رغم ما سبق وأعلنه من أن موسكو تواجه صعوبات كما تعلم في أربعة مناطق أوكرانية سواء في الشرق أو في الجنوب خلال اجتماع اليوم برأيك كيف أظهر بوتين هذا التصميم على المضي قدما في أوكرانيا عسكريا هذا أولا سيدي أنه إشارة إلى الصعوبات هذا كان شيء طبيعي لأنه هذا كان أصنع اجتماع بوتين مع قيادات هذه المقاطعات الأربعة وكان لابد من الإشارة إلى الصعوبات بمعنى أنه يجب نتجاوز عليها ونتأخذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك هذا شيء طبيعي للمرحلة القادمة صحيح أنه بوتين قال سنحقق كل أهداف للعملية العسكرية خاصة ولكن أنا أشك في موضوع هل هناك وضوحة بالتفاصيل حول كل هذه الأهداف هذا غير واضح حتى الآن حتى الجيوغرافية مثلا حتى الآن لم يتحقق تخرير كل هذه الأراضي التي تعتبر الأراضي الروسية مع عدم الوضوح سيد أليكساندر الذي تشير إليه السؤال هنا إلى أي حد اجتماع اليوم يعني أنه لا مجال الحديث عن أي أفق للحل السياسي في أوكرانيا وأن الميدان العسكري وحده قد يستمر حتى يعني ينضج أوضاعا مختلفة على الأرض عندما يقول حتى وزير شويغ اليوم أنه نحن مستعدين دائما للتفاعد هذا طبعا موقف سياسي مبدعي ولكن هناك يعني وقاعة وقاعة هامة وربما جوهرية لأنه حتى في الأوينة الأخيرة اتضح أنه الغرب وكانت مستشار ميركل عندما وقع اتفاقيات مينسك وقع ليس للتحقيق هذه الاتفاقيات بل لتأجيل المحارب لكي الجيش الأوكراني يكون تمهيده أخصا فلذلك الآن مثلا أنه ما فيش ثقة ما بين روسيا وكل هذه الدول ليس فقط أوكرانيا بل الدول الغربية فلذلك من الصعب أن نتصور أنه ممكن الوصول حتى إلى التفاوض أو إذا حصل تفاوض إلى الاتفاق مع هذه الأطراب ولعل ما تشيري ليس سيد أليكسندر يعني يوضح أيضا ما تعهد به رئيس الروسي بتوفير كل ما يلزم لإنجاح العملية العسكرية في أوكرانيا هو قال ذلك رغم هذه الأعمال العدائية للنيتو كما قال السؤال كيف سيواجه بوتين خطط نيتو والغرب لدعم أوكرانيا عسكريا المعلن أنه لن يتوقف إلى أي مدى حتى آخر نفس كما يقولون صحيح هنا لتواء موازين القوى فالآن مصانيا الروسية العسكرية تشتغل ليلة ونهارا هناك الجيش العديد القوات المسلخة يزداد طيب من ناحية أخرى هناك قدرات الجيش الأوكراني هل هذه القدرات ستتعزز أو بالعكس ستينهار فهي المراهنة الروسية وطبعا الغرب سوف يستمر في تقديم السلاح إلى الجيش الأوكراني ولكن مثلا حتى صواريخ باتريوت هذه العدد يكون ربما كبير ولكن كان في بداية الخارب كان عدد الصواريخ S300 الأكبر أكثر بكثير من كل تصورات عن الصواريخ باتريوت فبالتالي استنزاف هناك من كل الأطراب وروسية تعتبر ماركة وجودية بنسبة لها وصوف تستمر إلى الانتصال على ذكر سيد أليكزاندر منظومة باتريوت التي أشرت إليها للتو سأخذك وأعبر بك الأطلسي اليوم يزور الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة كما تعلم في ظل حديث عن دعم أمريكي بأنظمة باتريوت موسكو كيف تترقب هذه الزيارة في هذه النقطة تحديدا أكيد أن هناك أهداف تتعلق بالأوضاع الداخلية الأمريكية و ضرورة تكسيف الجهود للضغط على الداخلية في الكونغرس وفي الأوساط الحاكمة للمواصلة الدعم الأمريكي لأوكرانيا هذا هدف مشترك ما بين إدارة بايدن ورئيس زيلنسكي فطبعا هذا هو هدف الساسي طلب الأموال والسلاح ربما هذا الهدف سوف يتحقق ولكن يعني بنسبة لروسيا هذا لا يقدم ولا يؤخر كيف لا يقدم ولا يؤخر بمعنى أن الروسيا مستعدة لمواصلة الحرب حتى لحصم العسكري للصالخ روسيا مثل ما قلت أنه عمليا في ظروف الراهنة تفاوض غير مطروخ فلذلك ما هو مطروخ العسكري وما فيش المراهنة الروسية على أن الغرب سوف يتحقق هنا قد يقول لك قائل سيد أليكزندر يعني عنصر الوقت هنا حاكم وبمعنى أن أمريكا والغرب يلعبون على هذا الوطن لأي حد هذا الدعم الأمريكي والغربي الأوكراني عسكريا سيعمل على إطالة أمد الحرب وبالتالي الوصول إلى ما يرغبه الغرب من استنزاف مستمر ودائم لموسكو يا سيدي هناك حديث في الأوساط الروسية أو أن مواجهة ما بين روسيا والغرب سوف يستمر ربما لعشر سنوات أو أكتر فليس فقط موضوع الخرب في أوكرانيا بل ربما نزاعات أخرى وما منعرف ماذا سيحدث للمرحلة الكادمة وروسية تستعيد لهذه المواجهة المواجهة ليس فقط أسكرية بل اقتصادية وغيرها ما فيش أوهام في روسيا أنه الغرب سيعود إلى تعاون تكنولوجيا وتجاري مع روسيا هناك اتجاهات أخرى مثل المطارف الأسيوية والداخلية في روسيا فالآن ما يجري هذا الياد النظر في كل الاستراتيجيات الروسية فالشبه القطية مع الغرب وهذا سيستمر أنا أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو سيد أليكسوندر زاس بيكين الدبلوماسي الروسي السابق شكرا لك نبقى مع حضراتكم في هذه التغطية حيث أعلن رئيس الأوكراني زيلانسكي أنه في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع رئيس الأمريكي جو بايدن وضف أن الزيارة تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا على الصمود والدفاع وأشار إلى أنه سوف يلقي كلمة أمام الكونغرس ويعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين الأمريكيين من جنيبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين بيير إن بايدن سيعلن مساعدة كبيرة جديدة لأوكرانيا وأكدت استمرار دعم الولايات المتحدة لكييف طالما اقتضت الضرورة ذلك بدوره أفاد مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا نظام باتريوت للدفاع الجوي أكدت صحيفة بوليتيكل الأمريكية أن إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن ترفض منح أوكرانيا صواريخ تستهدف مواقع داخل روسيا كما ذكرت الصحيفة بأن هناك احتمال أن تشن موسكو هجوما على شمال أوكرانيا وتحديدا من أراضي بيلاروسيا حليفة روسيا وحذر مسؤولون عسكريون غربيون من احتمال عودة التصعيد في الهجمات الروسية على أوكرانيا في حال منح هذه الصواريخ لكييف قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستعلن إرسال حزمة مساعدات ضخمة إلى أوكرانيا بقيمة مليار وثمانمائة مليون دولار تتضمن المساعدات الأمريكية للمرة الأولى بطارية صواريخ باتريوت وقنابل دقيقة موجهة الروسية قدمت إدارة بايدن نحو 20 مليار دولار من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بما في ذلك ذخيرة المدفعية والذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة سواريخ المدفعية عالية الحركة هاي مارس وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون كثفت جهودها لتسليح كييف ووضع اللمسات الأخيرة على خطة إرسال نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة البنتاجون يدرس أيضا إرسال أسلحة أخرى من شأنها أن توسع نطاق الضربات الأوكرانية بشكل كبير فضلا عن المناقشات الجارية لتوسيع تدريب الجيش الأوكراني في قاعدة أمريكية بألمانيا الأمريكية عازفة عن تحديد رؤيتها لكيفية وضع دهاية للحرب مولية تركيزها على فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا وضخ مزيد من الأسلحة الحديثة لكييف وكثيرا ما يؤكد أركان الإدارة الأمريكية بمن فيهم وزير الدفاع اللويد أوستن أن هدف الولايات المتحدة هو إضعاف روسيا حتى لا تتمكن في المستقبل من تكرار ما فعلته في أوكرانيا وقبيل زيارته واشنطن كان زيلنسكي قام بزيارة إلى مدينة بخمط في إقليم دوناتسك المتنازع عليه مع روسيا والتي وصفها بأكثر المواقع سخونة على خط الجبهة البالغ طولها 1300 كيلو متر وعشر زيلنسكي بشجاعة وقوة تحمل القوات الأوكرانية أكد الكريملين أنه لا يتوقع تغييرا في موقف كييف بشأن مفاوضات السلام بعد زيارة زيلنسكي للولايات المتحدة وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تعتبر أن تسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى تفاقم الصراع نبقى في هذا الموضوع وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية بعد تحية رامي دائما كما تعلم مكان الرئيس الأوكراني يتحدث إلى زعماء العالم عبر الهاتف أو عبر الفيديو من مكتبه في كييف لكن هذه هي أول رحلة خارجية للرئيس الأوكراني منذ بدء الحرب في أوكرانيا والوجهة هنا كما تعلم هي الولايات المتحدة السؤال ما الذي تعنيه هذه الزيارة ودلالاتها من حيث توقيت تحديدا مرحبا ياسر هذه الزيارة بالفعل تعتبر استثنائية ومفاجئة وتاريخية أول زيارة للرئيس الأوكراني فلودمير زلنسكي خارج أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير الماضي وهي إلى الولايات المتحدة حيث سيلتقي فيها سيجري لقات على أعلى المستويات مع جو بايدن الرئيس الأمريكي ومع أعضاء الكونغرس وسيلقي خطابا أمام الكونغرس التوقيت توقيت حارج جدا في منتصف الحرب تقريبا الحرب لا تزال مستمرة ولا يمكن لأحد أن يتنبأ متى تنتهي أما الرسالة التي أو الدلالة التي تخرج عن هذه الزيارة هي أنه هناك تأكيد للدعم الأمريكي لأوكرانيا في هذه الحرب ضد روسيا هذا الدعم دعم لوجستي وسياسي وعسكري ومالي بكل ما تملكه الولايات المتحدة التي لا تتدخر وسعا حتى الآن أو لا تتدخر هذه الإدارة الأمريكية وسعا في دعم أوكرانيا خاصة مع تصريحات جيك سوليفان صباح اليوم مستشار الأمن القومي الأمريكي والتي قال فيها أنه خلال هذه الزيارة سيعلن الرئيس الأمريكي شو بايدن عن حزبة مساعدات جديدة ربما تكون هي الأكبر لأوكرانيا هذا العام وهي بقرابة ملياري دولار وأيضا ليس فقط حجم الحزمة هو المهم الأهم هو ما تتضمنه هذه الحزمة من قنابل دقيقة وصواريخ باتروت منظومة الدفاع الجوي المعروفة والتي يمكن بالفعل أن تقلب موازين الحرب وتمنح أوكرانيا قدرات إضافية استثنائية في هذه الحرب ربما تمكنها من مقاومة روسيا لفترة أطول اسمح لي أن توقف معك فيما تصل بمنظومة باتريوت هل تم الاتفاق نهائيا وبشكل واضح أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا بهذه المنظومة أم أن هناك مزال حديث دائر حول هذه القضية أعتقد أنه بعد تصريحات جيك سوليفن من المتوقع أن يكون منح أوكرانيا هذه المنظومة أمرا منتهيا أي أن الولايات المتحدة بالفعل ستمنح أوكرانيا هذه المنظومة واليوم سنتأكد حيث سيتم الإعلان الرسمي عن ذلك على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال هذه الزيارة وأعتقد أن الولايات المتحدة لا تتردد ولا تدخل روسيا في دعم أوكرانيا بكل ما هو غال ونفيس من أجل مقاومة روسيا ومن أجل زيادة القدرات العسكرية لأوكرانيا والقدرات الدفاعية مثلما صرح مرارا المسؤولون الأمريكيون بذلك في هذه النقطة سأستمر معك فيها رامي لأن الولايات المتحدة كما تعلم هي المانح العسكري الأكبر لكيف زيل نسكي ما الذي يستهدفه تحديدا من هذه الزيارة أتحدث عن زيل نسكي أنت أشرت إلى وجود دعم سياسي معلن ومعروف من الولايات المتحدة الأوكرانية دعم عسكري موجود وبالتالي ما الذي يمكن أن يعني تضيف هذه الزيارة هناك قيبة معنوية كبيرة من هذه الزيارة فالرجل لم يخرج من بلاده منذ شهر فبراير الماضي بلاده التي تخوض حربا ضد روسيا وعندما يخرج للمرة الأولى ويخرج إلى هنا إلى الولايات المتحدة الداعم الأكبر كما قلت لأوكرانيا ففي ذلك رسالة معنوية مهمة جدا هو يريد أن يقول للولايات المتحدة ويريد أن يوجه الشكر للولايات المتحدة على دعمها ويريد أن يقول لهم نحن نقدر كثيرا هذا الدعم ونحن سنستفيد من هذا الدعم وسنستخدمها لاستخدام الأفضل لدرء الخطر الروسي عننا تعتقد أو تصريحات مسؤوليها تعكس أنها ليست فقط تدافع عن نفسها وإنما تدافع أيضا عن الوجود الغربي تدافع عن الولايات المتحدة وتدافع عن حلفاء الغربيين وهذا أيضا ما قاله المسؤولون الأمريكيون والمسؤولون في أوروبا أن أوكرانيا لا تحارب عن نفسها وإنما هي تحارب عننا هي تقاتل روسيا بالنيابة عننا أعتقد أن هذه الزيارة لها معنى كبير معنوي وأيضا هناك مساعدة جديدة سوف يعلن عنها وفي وجود الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أعتقد أن ذلك سيكون لديه قيمة كبيرة جدا خلال هذه الفترة المقبلة بالنسبة لكييف وسيكون مؤثرا أيضا في مسار هذه الحرب خلال الأيام المقبلة أشكرك شكرا جزيلا مرسل القارئ الخبرية من واشنطن رامي جابر ونبقى في هذا الموضوع المزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة اللبنانية بيروت العميد خالد حمادة المحلل العسكري والاستراتيجي بعد تحية سيادة العميد إلى أي حد تعني برأيك هذه الزيارة أمريكيا أن أوكرانيا أصبحت بالفعل لها أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مساء الخير أولا أنا لا أقرأ هذه الزيارة وكأن الرئيس الأوكراني أو أوكرانيا يعني أصبحت حليفة للولايات المتحدة حليفة ندية وأنها فعلا تدافع عن وصالح الأمريكية من خلال هذه الحرب الدائرة في أوكرانيا أنا لا أستطيع تصنيف هذه الزيارة إلا من قبيل ربما شحذ الحالة المعنوية للرئيس الأوكراني ولشعبه الذي يتلقى كل يوم يعني ألاف القذائف وعشرات بل مئات الصواريخ والطائرات المسيرة والذي فقدت دولته فعلا كل مقومات البنية التحتية التي كانت يعني لديها وبالتالي هذه الزيارة ربما تكون يعني ربما تكون هي زيارة كما قلت مجاملة معنوية يستشعر الأوكرانيون أنهم غير متروكين من قبل الأولايات المتحدة أما ماذا ستضيف هذه الزيارة فهي لم تضيف ميدانياً أي شيء يعني اليوم هناك عشرين بالمئة من الأراضي الأوكرانية محتلة والولايات المتحدة عندما زودت أوكرانيا براجمات الهاي مارس رفضت قامت بتعديل مدى هذه الراجمات كي لا تستطيع أوكرانيا استعمالها نحو أهداف الداخل الروسي إذن الحرب بنسبة الولايات المتحدة لها عدة أوجه الوجه الأول استمرار الاستنزاف الروسي واستمرار هذه الحرب مع القناعة بأنه لا يمكن رد القوات الروسية إلى ما كانت عليها قبل بلء هذه المعركة الوجه الأخر هو أن الولايات المتحدة عندما تكون عازمة على مساعدة أوكرانيا فهذا سيادة العميد هل ما زلت معنا عميد خالد إذن يبدو أننا فقدنا التواصل عملا في كل أحوال أنا أشكر ضيفي من العاصمة اللبنانية بيروت العميد خالد حمادة المحلل العسكري والاستراتيجي فاصل مشاهدين الكرام نتابع بعده هذه التغطية من القاهرة الإخبارية أهلا بكم إلى هذه ساعة الإخبارية حيث نشرت صحيفة النهار اللبنانية مقال رأي للكاتب وقد العريضي بعنوان الدور المصري إلى الواجهة وتعويل على مؤتمر بغداد 2 نوه فيه إلى الحراك المصري مع المعنيين بالملف اللبناني وتحديدا باريس والرياض لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان وأشار المقال إلى الدور التاريخي للقاهرة منذ حقبة السبعينيات والثمانينيات ولدورها في مساعدة ودعم البلاد مبينا أن التاريخ قد يعيد نفسه مع معرفة وعلاقات متينة تربط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي سبق له أن التقاه أكثر من مرة من خلال دعم المؤسسة العسكرية مبينا أن السفير المصري في لبنان ياسر علوي زار قبل أيام بعض المرجعيات الرئاسية والسياسية ربطا بما يمكن أن تقوم به القاهرة في المساعدة لإنتاج التسوية الرئاسية العالقة في الداخل والخارج ودرءا لأي منزلقات أمنية في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الساحة الداخلية وأضافت النهار اللبنانية أن الدورة المصرية يتناغم مع المساعي الفرنسية السعودية والتشاور حول الملف اللبناني ولم تستبعد الصحيفة أن يزور وزير الخارجية المصري سامح شكر لبنان في الوقت القريب نقرأ هذا المقال بمزيد من التحليل حيث ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أحمد يعني لو تلخص لنا أبرز ما جاء في هذا المقال عن الدور المصري ربما هناك يعني تلميح وإشارات إلى الدور التاريخي الكبير الذي لعبته مصر حتى اليوم تحياتي لك في البداية بالفعل هناك تأكيد خلال هذا المقال الذي نشره في عدد صحيفة النهار اليوم والجريدة الأوسع انتشارا في لبنان تحدث فيه عن الدور المصري في دعم الدولة اللبنانية سواء تاريخيا أو خلال الفترة الماضية وأشار أيضا إلى الجهود التي يقوم بها سفير مصر في لبنان السفير ياسر علوي ولقاءاته خلال الفترة الماضية مع عدد من المرجعيات الدينية وعدد من المرجعيات السياسية وأيضا اجتماعي مع السفيرة الفرنسية في لبنان أنجوريو خلال الأيام الماضية المقال هو جزء من صورة كاملة تؤمن إيمانا كاملا بأهمية الدور المصري في دعم واستقرار لبنان على مدار السنوات الماضية وأيضا خلال السنوات الأخيرة تحديدا بعد انفجار ميناء بيروت البحر حيث فتحت مصر جسرا جويا لإمداد لبنان بالإغاثات اللساء الطبية والغذائية والإعاشية وأيضا هناك العديد من الجهود التي تتم خلال السنوات الثلاثة الماضية ربما آخرها إرسال 27 طن من المساعدات لمساعدة لبنان في أزمة الكوليرا وانتشار الكوليرا كانت هذه الشحنة تضم كميات كبيرة جدا من الأدوية والمستلزمات الطبية فبالتالي هناك إيمان كبير جدا بالدور المصري على المستوى السياسي وزار هذا بوضوح وجليا من خلال ثلاث زيارات قام بها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى القاهرة في الأولى في ديسمبر 2021 عقب قرابة شهرين من تشكيل حكومته وكانت زيارة هامة جدا حملت رسائل كثيرة ثم كانت زيارة الثانية في منتدى شباب العالم مطلع هذا العام ووجه خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة دعم قوية جدا لنجيب ميقاتي حينما قال له أن لبنان في وجدان مصر وحرص مصر على استقرار الدولة اللبنانية وحفظ الأمن فيها ثم كانت الزيارة الثالثة من خلال مشاركة رئيس حكومة اللبنانية في قمة المناخ التي عقدت في مصر للشهر الماضي طيب أحمد الواضح من المقال أنه بيتحدث عن دور مصري في مسارات مختلفة متعددة ومشاركة مصرية لمحاولة حل وحل حالة أزمات كثيرة لكنه بيشير إلى قضية الشهور الرئاسي بشكل كبير وعن نشاط مصري من خلال موقعك في بيروت ومن خلال متابعتك لنشاط السفير المصري ما هي أهم يعني الأدوار التي تلعبها مصر والقايرة في هذا الملف تحديدا في ملف الشهور الرئاسي تؤكد مصر دوما على ضرورة إنهاء هذا الشهور وضرورة استقرار مؤسسات الدولة اللبنانية حتى تبدأ مسيرة الإصلاح والتعافي خلال المرحلة المقبلة وأن الشرط الأساسي أو الخطوة الأولى لتحقيق هذا هو الاستقرار والاتفاق على انتخاب رئيس جديد للبلاد ربما الدور المصري في هذا الشأن يؤمن بأهمية الحل الداخلي وأن يكون هناك اتفاق داخلي بين كافة الأطراف اللبنانية على وصول رئيس منتخب للبلاد خلال المرحلة المقبلة وأيضا إيمانا بأهمية المساعدات وأهمية الأشقاء العرب وأهمية الدول الصديقة في مساعدة لبنان في هذه المرحلة ربما تأتي هذه التحركات في ضوء تحركات دولية من أجل بحس كيفية دعم ومساندة لبنان خلال المرحلة المقبلة وخصوصا أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تحدث قبل يومين لعدد من الصحفين خلال استقبال نقابة المحررين في لبنان عن أن هناك من خلال اتصالاته الخارجية أن هناك أمر يتبلور من أجل تقديم مبادرة أو من أجل مساعدة لبنان في إنهاء الفراغ الرئاسي خلال الفترة المقبلة بالتأكيد مصر لها دور كبير في مساندة لبنان في استقرارها سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أيضا أحمد المقال يشير ضمن ما يشير في رسائل مختلفة وهنا ملمح مهم أن القاهرة منفتحة على التوجهات مختلفة في الداخل اللبناني وكما تعلم أنه لبنان فيه مساحات من الأحزاب وتوجهات مختلفة وبالتالي هنا يؤكد على أن القاهرة تلعب دورا بمسافة واحدة من كل التوجهات على ما يبدو بالتأكيد دور مصر دائما حيادي وتحمل العديد من الرسائل في هذه المنطقة تحديدا أو في هذا الشأن تحديدا أنها على مسافة واحدة من الجميع حرصها على استقرار الدولة اللبنانية بكافة مكوناتها وأيضا دعمها لمؤسسات الدولة الوطنية وفي إطار المحددات أو محددات السياسة المصرية تتجه الجهود بشكل كبير لدعم والحرص على التواصل والتوافق الداخلي من أجل إنتاج حلول داخلية لكل الأزمات التي تشهدها البلاد سواء فيما يتعلق بالرئاسة أو فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة أو فيما يتعلق أيضا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التعافية التي أقرتها الحكومة اللبنانية في الأخير ولكن الدور المصري في هذا الشأن يحترم كافة الأطراف يؤكد على ضرورة مشاركة كافة الأطراف في العملية السياسية يؤكد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية بكافة أفرعها أو بكافة صورها وهذا هو المحدد الأساسي الذي يتسير فيه الجود المصرية في لبنان من العاصمة اللبنانية بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا لك في سياق هذه التغطية أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن تعزيز العلاقات بين بلاده وأستراليا يسهم في إحلال السلام والاستقرار والازدهار في منطقة أسيا والمحيط الهادئ جذلك في رسالة بعث بها الرئيس الصيني إلى أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي والحاكم العام ديفيد هيرلي بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا ودع جينبينغ إلى الاستفادة من الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين كحافز لمواصلة التطوير المستدام للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من جانبها شددت وزيرة خارجية أستراليا ييني وونغ خلال زيارتها الصين على إمكان أن يتجاوز البلدان الخلافات القائمة بالحكمة وأعلنت وونغ خلال لقائها نظيرها الصيني وانغ بي عن اتفاق مع بكين على إبقاء قنوات التواصل والحوار بين البلدين بعد سنوات من فتور العلاقات وأضافت وزيرة الخارجية الأسترالية أنه تم الاتفاق على إبقاء مستوى عال من التواصل والحوار في مجالات التجارة وحقوق الإنسان والأمن المزيد من القراءة في العلاقات الصينية الأسترالية تنضم إلينا عبر سكاي من شانغاي دكتور دين جلونغ أستاذ العلاقات الدولية بعد التحية دكتور لو بدأنا بالمنورات العسكرية الصينية الروسية التي بدأت اليوم ما مغزى وأهداف هذه العمليات في ظل هذه التطورات الميدانية في أوكرانيا أعتقد أن هذه التطورات هذه التطورات يعني روتينية سنوية أصبحت هذه التطورات وكذلك زيادة كتراتهما في الحفاظ على الأمن والسلام في منطقة الشمال الشرق الأسيا وأيضا في النهاية يختم أصلاحهما في العالم أيضا طيب دكتور دينغ في ملف آخر وزيرة الخارجية الأسترالية في الصين اليوم في ضوء هذه الزيارة التي تأتي بعد أربع سنوات كما تعلم من الفطور في العلاقات لو تضعنا في أبرز الخلافات القائمة بين البلدين التي أدت إلى تظاهر العلاقات بينهما هناك خلافات كبيرة وكثيرة في العلاقات السنية الأسترالية وأعتقد تأتي في مقدمة محاولة الحكومة الأسترالية السابقة يعني تحالف مع الولايات المتحدة لتشكيل جب سبعها لكل مئة وعالمية تدى الصين فهذا الطرف الأساسي للتدهر العلاقات السنية الأسترالية وهناك خلافات تجارية وكذلك يعني اتهمات أسترالية السن بذريعة حقوق الإنسان في هونكوم وفي شنجا ويعني ملفات كثيرة وأيضا في مجال الأمن هناك جهود ومحاولات أسترالية لتعزيز تحالف الأسكري بينها وبين الولايات المتحدة والهند واليابان وهذه الدول تسعى لتشكيل تحالف دولي وإقليمي ضد الصين فكل هذه الخطوات والسياسات يعني أدت إلى تفاقم الوضع الأمني في آسيا البلسمنطقة آسيا البلسيفيك وكذلك أدت إلى تدهور كبير في العلاقات بين أستراليا وصين وأعتقد زيارة وزيرة الخارجية الأسترالية تمثل صفحة جديدة لترميم العلاقات بين البلسمنطقة هذه صفحة جديدة دكتور تم الاتفاق وبحسب وزيرة الخارجية الأسترالية على ضرورة تجاوز الخلافات القائمة بين البلدين بالحكمة وأنت أشرت إلى عناصر كثيرة أو نقاط اختلاف كثيرة ما رهانات البلدين على أمكانية تحسين العلاقات بين البلدين رغم ما أشرت إليه من ملفات عديدة مختلف عليها أعتقد أن مدامة قنوات الحوار والتواصل مضطوحة هناك إمكانية في الحديث حول الخلافات التجارية مثلا وأعتقد أن هناك عامل مهم جدا أن الولايات المتحدة لا تمارس تهوط على أستراليا أعتقد أن الولايات المتحدة لا تمارس تهوط على أستاذ العلاقات الدولية أنا أشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب من شانغهاي دكتور دينج لونج أستاذ العلاقات الدولية إلى هنا مشاهدين أكرام تنتهي هذه التغضية دهما نشكر لحضراتكم حسنا متابعة لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكترونية القاهرانيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11-7-47 رأسي كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة ابقوا دوما في أمان الله هنا القاهرة عاصمة الخبر اشتركوا في القناة